بالنسبة لمنتخبنا الوطن الوليمبي دجالة دول ان شاء الله بكرة هلعبوا مع دومينيكان الساعة 6 مساء وبإذن الله ناخد أول سلاسة نقاط بعد كده هلعب أسباكستان يوم السابت الساعة 6 أيضا ثم أخيرا آخر مباريات المجموعة مع المنتخب الأسباني في الرابع عصر السلساء 30 يوليو كل التوفيق لمنتخبنا كل التوفيق لرجالتنا وأنا بصراحة مجدبش عليك يعني طول ما فيه مدرب محترم أنا بحط في بطني بطيخة صيفي ميكالي مدرب محترم جدا جدا هتقولي طب أبو اللعيبة هقولك لعيبة جيدة جدا بس أنا الأهم بالنسبة للمدرب إحنا مش هنواجه مطشاط سهلة ولا مباريات سهلة حتى لو عندك أحسن لعيبة في العالم وما عندكش مدرب جيد عن عكس الناس بالمناسبة الناس تقولك إيه لو فيه لعيبة كويسة يكسبوا مع أي مدرب أنا ما بشتريش الكلام ده ما بشترهوش خالص لو فيه موظفين جيدين مش مهم المدير ما مشترهوش رأس المنظومة دايما هو اللي عليه العامل الأكبر فلو أنت عندك مدير شاطر فهتلاقي الموظفين اللي معاه شطر ونجحين معاك مدرب شاطر هتلاقي اللي معاه حتى لو مش أحسن لعيبة في الدنيا بقوا شاطرين فأنا متفائل بمكاني إن شاء الله يعني ترجمة نانسي قنقر